لم تنج أي من الوزارات ودوائرها في العراق من مرض الفساد المالي والإداري الذي أصابها إلا أنه يختلف من وزارة إلى أخرى بحسب الطرق والأساليب التي يتخذها المسؤولون الفاسدون في هذه الوزارة أو تلك وزارة الصحة إحدى الوزارات الغارقة بالفساد الإداري والمالي ففي الوقت الذي كان يفترض بها أن تقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين باتت تشكل عبءا ثقيلا يضاف إلى قائمة المشاكل التي تواجه العراقيين وسائل إعلام نشرت وثائق مسربة عن اختفاء نحو تريليون ومائة وسبعين مليار دينار مخصصة لشراء أدوية ومواد تخدير إحدى تلك الوثائق صدرت من المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء تضمنت تلقي المفوضية مناشدات وإخبارات من قبل المواطنين بخصوص نقص أدوية الأمراض المزمنة ومادة التخدير الأمر الذي أدى إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية العاجلة للمرضى المفوضية أكدت أن مكتب وزير الصحة أبلغهم بأن أسباب النقص الحاصل في الأدوية يرجع لعدم صرف وزارة المالية للقسم المتبقي من ميزانية وزارة الصحة التي تتمكن من خلاله من تزديد مبالغ العقود المبرمة مع شركات الأدوية ما دفع المفوضية للإعاز إلى المالية بالإسراع في صرف مبالغ تلك العقود وثيقة أخرى صادرة من وزير المالية بالوكالة عبد الرزاق العيسة أكدت قيام وزارته بصرف جميع مخصصات وزارة الصحة وقيامها بتسلم كامل مخصصات شراء الأدوية ومادة التخدير لعامي 2016 و2017 والبالغ مجموعها تريليون ومائة وتسعة وستين مليارا واثنين وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفا ومائة وواحدا وستين دينارا ومن خلال وثيقة المالية يتبين أن المبلغ الأكبر والذي يعادل مليار دولار تم صرفه خلال عام 2016 العام الذي شهد نقص الأدوية ومادة التخدير بحسب وثائق مفوضية حقوق الإنسان في الوقت الذي كان من المفترض أنه مبلغ كاف لتأمين تلك المواد ومن الجدير بالذكر أن السنوات الماضية التي شهدت تقشفا في الموازنات العامة لوزارات ومؤسسات الدولة لم تخفض أي من تخصيصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة كونها تتعلق بصحة وحياة المواطنين غير أن التقشف أصبح ذريعة لاختفاء الكثير من الأدوية وبالأخص مادة التخدير وأدوية الأمراض المزمنة التي يتم صرفها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية المترجم للقناة